السلام عليكم أعلن نادي الأهل السعودي بشكل رسمي عن مواجهة فريق الرجاء الريادي البيضاوي المغربي وديا خلال الشهر الجاري بدولة الإمارات وكشف النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة كيست برنامجه الإعداد خلال فترة توقف شتوي والذي تشمل مواجهة الرجاء وديا مساء 3-23 من يناير 2024 ومن المنتظر أن يستفى فريق الرجاء الريادي إلى دولة الإمارات في 19 من شهر يناير الحالي تأهبا للمشاركة في دورة تحدي الدولي الودي والمقررة خلال الفترة الممتدمة بين 26 وال29 يناير الجاري بمشاركة كل من الزمالك المصري ووهان الصيني والأهل السعودي ومن المنتظر أن يستفى فريق الرجاء الريادي إلى دولة الإمارات في 19 من شهر يناير جاري تأهبا للمشاركة في دور التحدي الدولي الودية جدير بالذكر أن قرعة دوري الإمارات كانت قد أوقعت فريق رجع الرياضي في مواجهة زملك مصري يوم السادس والعشرون من يلاير الجارية لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة إن كنت جددا على قناة النقل لنتحدث الرياضي جمعة مباركة لجميع المسلمين والمسلمات وإلى اللقاء